ملفت جدا نوف أولا نتحدث عن التفاعل على جناهي الاستليني الذي ارتفع على خلفية هذه الأرقام وهذا مهم لأنه يوم أمس بالعكس كنا شاهدنا تراجع على جناهي الاستليني بعد بعض البيانات التي دلت على قد نقول ضعف في أسعار المستهلكين أو تباطؤ في معدل النمو على الأقل إذا نضلنا إلى تدخم الخدمات الذي تباطؤ الرواتب وكل هذا دفع جناهي الاستليني للتراجع لأن الأسواق بدأت تتحدث عن إمكانية خفض الفائدة من قبل بانك اوف انجلند في سبتمبر بعدما طبعا خفض الفائدة أصلا مطلع شهر في أغسطس اليوم تغيرت الصورة بعض الشيء بعض صدور بيانات النمو وعاد جناهي الاستليني ليرتفع لماذا؟ لأنه هذا ربما قلل نوعا ما من إمكانية الخفض في سبتمبر هذا الاحتمال لا يزال موجود ولكن يقف عند 40% فقط وهذا أقل من احتمالية يوم أمس بشكل عام طبعا الأرقام إيجابية لأنها دلت على نمو قوي في الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من السنة سواء كان على أساس فسلي أو على أساس سنوي لأن الاقتصاد نمو بـ 0.6% على أساس فسلي و0.9% على أساس سنوي وهذا يعطينا مؤشر أنه خلال النصف الأول من السنة لأنه كان في النمو بـ 0.7% في أربع الأول من السنة أن الاقتصاد البريطاني خلال النصف الأول من السنة الجالي عاد فعليا لينمو بمعادلات لا بأس بها بعدما كان عانا من فترة ركود خلال السنة الماضية ولكن المهم أيضا هو أن وزيرة الخزانة البريطانية الجديدة ريتشل ريفز يعني علقت الأرقام وبدل من أن تقول أنها أرقام إيجابية أو بشة خير هي تقول أنه هذه الأرقام تؤكد أهمية أن نقوم بإصلاح أساسيات الاقتصاد البريطاني دائما تقول هذه الجملة وتقول أن هناك تحدي كبير أمام الحكومة الجديدة وأن هناك قرارات صعبة أيضا فالبعض يتساءل أنه هل يعني ذلك رغم هذه الأخبار الإيجابية ورغم خفض بانك أنجلترا للفائدة أن الحكومة من الممكن أن تشرع فيه مثلا عمليات لزيادة الضرائب أو حتى خفض النفقات الحكومية الفوتسي بالمناسبة أخيرا هناك هدوء بالمناسبة على مؤشر الفوتسي لأنه اليوم هناك العديد من الأسهم الكبيرة أو الشركات الكبيرة تتداول بدون حقية توزيع الأرباح النقدية سواء كان HSBC أنجلو أمريكين ويوتينتو فهذا من العوامل الضغطة اليوم على الأسواق البريطانية كرينا ربما أبرز مصادر كذلك قبل قليل هو قرار من البنك المركزي أنرويجي تثبيت أسعار الفائدة عند مساوية الأربعة ونصف نقطة المئوية بطبع يأتي هذا القرار خلفا لقرار البنك المركزي نيوزيلاندي يوم أمس خفض أسعار الفائدة وبشكل مفاجئ الآن ماذا نتوقع من البنك المركزي الأسترالي وربما يعني حتى باقي البنوك المركزية يعني كانت هناك قرارات المفاجئة فعليا في الفترة الأخيرة والبنك المركزي نيوزيلاندي أصلا كان فجأنا في السابق ولكن اليوم قراره وقبل قليل جاء موفق للتوقعات ولم يغير الفائدة خلال اجتماعه اليوم ولكن كانت فعليا مفاجئة كبيرة يوم أمس من البنك المركزي النيوزيلاندي الذي خفض الفائدة بربع نقطة أساس عام كامل قبل ما كانت تتوقعه الأسواق وبعد شهور قليلة من إشارة البنك لأنه قد يرفع حتى الفائدة والسبب الأساسي وراء ذلك هو أن البنك في نيوزيلاندي قال أنه واثق أن معدل التدخم سيصل قريبا إلى نسبة المستهدفة لم يصل بعد وهذا مهم لأنه إذا نظرنا إلى معدل التدخم في الولايات المتحدة تحديدا هو الآن تراجع دون مستوى الثلاثة في المائة للمرة الأولى في تقريبا ثلاث سنوات أو منذ عام واحد وعشرين وهذا إيجابي السؤال الدائر الآن هو هل سنرى خفض بخمسين نقطة أساس أم خمسة وعشرين نقطة أساس من قبل الفيدرالي البعض يقول أنه أرقام يوم أمس كانت إيجابية أكيد ولكنها ربما قللت من إمكانية خفض الفائدة بخمسين نقطة في سبتمبر لأنه الأرقام جاءت مطابقة للتوقعات يعني لم تأتي مثلا أفضل من المطاقة لعل نوف البيانات الصادرة لاحقا اليوم حول مبيعات التجزئة ستعطينا إشارة إضافية حول صحة الاقتصاد البريطاني لأن مبيعات التجزئة مهمة جدا طبعا مستوى الاستهلاك يمثل حجم كبير من النشاط الاقتصادي وهي من المتوقع أن تنمو بـ 0.3% تصريحات أعضاء الفيدرالي أيضا في غاية الأهمية ورافع البوستيك أعطى مقابلة لصحيفة فينانشل تايمز يقول فيها أنه منفتح على إمكانيات الخفض في سبتمبر ولا يود أن يكون الفيدرالي متأخر أو behind the curve أو يدفع ثمن التأخر فكل هذه الإشارات تعتيحة أنه خفض السبتمبر محسوم ولكن لا يزال بعض نقاش دائر حول قدر هذا الخفض